هذا الصراط وهو جسر عريض أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده الناس والورود نوعان ورود دخول في النار وورود مرور في هوائها كما قال الله رب العالمين وإن منكم إلا واردها ليس معنى الآية أن كل فرد من أفراد الناس الأتقياء وغير الأتقياء يدخلون النار حاشا وكلا إنما المعنى وإن منكم إلا واردها أن الورود نوعان ورود دخول أي من دخل النار يصدق عليه أنه وردها ومن مر في هوائها من غير دخول يصدق عليه أنه وردها لأن الصراط فوق جهنم والناس فيه على أحوال شتى فالأتقياء والصلحاء والشهداء والأنبياء والملائكة لا تدوس أقدامهم الصراط بل يطيرون فوقه تجري بهم أعمالهم منهم من يطير كسرعة البرق الخاطف ومنهم كطرفة عين كل على حسب عمله وأما الكافر عدو الله فبمجرد أن يضع رجله على هذا الجسر على هذا الصراط يقع في جهنم والعياذ بالله يدوس على الصراط ثم يقع في النار وأما العصات من المسلمين أهل الكبائر فعلا نوعين منهم من يدوس على الصراط ثم يقع في النار ومنهم من يدوس ويزحف زحفا على الصراط أحبابنا الكرام ورد عن الصراط أنه دحض مزلة وورد عن بعض الصحابة الكرام أنه بلغه عن الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وليس المراد بذلك الظاهر بل المراد أن المرور عليه خطير لأنه من وقع يقع في النار والعياذ بالله تعالى أحبابنا الكرام أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله عن الحوض فنؤمن بذلك بأن كل نبي له حوض وأكبر الأحواض هو حوض محمد عليه الصلاة والسلام عرضه مسيرة شهر وطوله كذلك وفيه من ماء الجنة وماءه أبيض من اللبن وماءه أزكى رائحة من المسك وكيزانه كعدد نجوم السماء حوض محمد عليه الصلاة والسلام يشرب منه المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يضمؤون بعد ذلك أبدا أما أعداء الله فلا يشربون من هذا الحوض أما من كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام فلا يشرب من هذا الحوض أحبابنا الكرام هذا الحوض على قول كثير من العلماء هو بعد الصراط ثم بعد أن يشرب المؤمنون من هذه الأمة منه يدخلون الجنة ولا يضمؤون أبدا إنما يشرب المؤمنون في الجنة عن تلزز لا عن عطش ويأكلون عن تلزز لا عن جوع رزقنا الله تعالى وإياكم الجنة إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين